المواطن وقت اللي يمشي للمستشفى مش يتلقى العلاج يترقب في شكون مش يستناه ويقول تفضل مرحبا بيك ويجيب له الكرسي اللي مش هز عليه الوالد متاعه ولا والده ولا المريض ويقول له أقعد تفضل لهنا هطه يجي كتبيب ويفسر له ويفهمه ويحيطه به هذا كل الناس يمشي لكن وقت اللي يمشي في الحقيقة الأمر وقت اللي يمشي للمريض ويخلط المستشفى يجيه كالصدمة يلقى عالم آخر ما كانش يتوقع فيه هذية 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 مربوط باش مربوط بعوامل كبير اشتيرك من أهم العوامل نقص في المواد البشرية بما أنه من عام 2019 ماوقعش انتداب في القطاع الصحة وهذية مفروضة علينا من البونك مونديال الفانو مونيتير انترناسيونال يفرضوا علينا في وقت من الأوقات ما نعملوش الواحد وماليش والإمكانيات اللي يعني والإمكانيات اللي يخرج التقاعد توا ما عندكش ما يتعرض من 2019 تصوروا انتوما خمسة سنين والاستة سنين كل ما واحد يخرج تقاعد ما يقاش تعويض معناها تخدم وحاجه أنا كمهنت يا رزل الأصلانية تبيب شغل عندي شوية دراية على الصحة متع العمال في المستشفى متقدمين في السن والناس معناها كبار في السن عندهم أمراض مزنة برشة غلبهم تبنيها بالكبر وتلقاها مرأة منظفة عمرها ستة وخمسين عام ولثمانية وخمسين عام وهي معناها بالأمراض مزنة شو المطلوب منها باش تنجم تعمل في المستشفى؟ وقت اللي هذا في أماكن أخرى والبرة في الخارج يدخل المريض عندك شكون اللي بش يجي هزوا وشكون مش يجي وكلوا وشكون مش يبدلوا دبشوا وشكون مش يعتني بيت هذا الكل الموجود نحن في تونس قلة الموالد البشرية تزيد معها قلة المكننيات هذو تجهزي هذو تجهزي غليك بحل إشكال ايه الفرق بين الصحة العمومية والصحة الخاصة اللي هنا في تونس والإشكاليية في الصحة العمومية في تونس عن دوز إشكاليات كبر ثم تو Wheels الكمبيتنس الموجودة في الصحة العمومية وفي سوطة دم المواطن الكمبيتنس الموجودة في الصحة ما تلقهاش في أي بلاس مي عانا إشكالية كبيرة في وزارة الصحة وفي المستشفيات العمومية إشكالية للصحة وفي وقت لكي يصير الإنسكريبسيون دي ملاد كي يدخلوا وطريقة التعامل وعانا الإشكالية الأخرى في الوثيل خاطر ما نحكوش النجموش نحكو في الصحة الإقامة الإقامة الوثيلرين تاع المرضى وهذا نتج عليه أول حاجة حاجات اقتصادية ونشوف حتى الزيارات اللي صارت إنه مستوصوات حتى البنائية المرأة لو لك المواطن كيفاش بيشوق ذاك الصالداتان تبشوقت بها المواطن اللي يشوف الطبيب المريض تم حاجة أخرى نرس الإطارات الموجودة في الصحة الصحة صناعة عطيناها باش نتدب 3000 انتداب 3000 انتداب صحيحة ديمير فانتروات نحكو 3000 انتداب عام 2900 خرجين عطا الرعب معنى تقفية في الميزانية 3000 انتداب إطارات طبية وشبه طبية 1500 عوان مساندة هذا ما اللي باش يصير ترصيم من عمال الحضائر باش يمشل وزارة الصحة 400 إداري عوان عوان مساندة كنشوفوا احنا مثلاً في 3000 انتداب عنا 2900 خرجينا على انتريد صناعة ربحنا شاية يعني ما يعني ما يعني ما يعني ما يعني ما بينما انه من 2017 مش 2019 من 2017 حداً تم عباد خرجت على انتريد متعوضتش وكنا أنا كنت مدير جهه اللي الصحة كنا ننتدبوا جماعة اللي يخرجوا الخارج مثلاً ننتدبوا في بلاستهم مشكون نحكي على الإطارات الشبه الطبية مش الإطارات الطبية خطر بيتام بلات الطبية بينما اللي خرجوا على انتريد اللي خرجوا على تراعت متدبناش في بلاستهم من 2017 وهذا خلى نطر صفادح في الإطارات الشبه الطبية والإطارات الطبية في المستشفيات العمومية نتعنا وحتى أعوان المستندة وأعوان التنظيف وأعوان الاستطلال لكن اللي هنا دكتور نبيب لين نحب نرجع على حاجة كيف نحكي احنا قعدنا نحكي على المستشفيات العمومية المستشفيات العمومية لكن هناك المستشفيات الخاصة والأطباء زادة مغلبة تلقى تخدم مستشفيات عمومية ومستشفيات خاصة ساعات المريض يقول لك أنا نمشي في المستشفى الخاص نلقى معاملة نمشي في المستشفى العمومي نلقى معاملة وهذا يواقع نعيش فيه ونعرفوه الناس الكل يقول لك لماذا تجد مثلا هنا يقول في المستشفى العمومي ما نجموش وما نعملوش وبعد في المستشفى الخاص نلقى حاجة أخرى. يعني بالحق حتى المواطنة هنا نجمه رائيه الحالة متاعه اللي هو كيف يجيه ويبدأ في حالة النفسية وانتي حتى قبيل قطلي. انتي طبيب استعجالي منك للمواطنين وأكثر واحد عرضة للحكايات هذه. نفهم النفسية متاع المواطنة قطلي انه حتى يلزم الطبيب أو طبيب الاستعجالي. وقت اللي يجيه المواطن يفهم نفسيته كيف يجيه. يعني أبار الأسباب انه فما نقصه وانه فما المواد ما فماش. لهنا حتى التكوين متاع الأطباء متاعنا. وتون نرجع لك شوي غير زادة دكتور نيزا. أسكمتمي في العمادة تقوموا مثلا بالدورات التكوينية على الحكايات هذه. يعني كيفاش الأكيد فما الجانب النفسي يقرأه أي طبيب يقرأ الجانب النفسي. كيفاش انك نجم تستقبل لمريضة ذاك بالرغم النقص اللي صاير موجود وإلا لي? موجود البرادوكس اللي تعالى التراوانيين والبرادوكس اللي موجودة فيه. بارادوكس أنا نقول لك في التشريع. بارادوكس كبير برشة في التشريع في الترانون الصحي في تونس. من 2002 جيت لك سيفيتي كومبليمونتر تعطبة باش نحافظوا عليك السيد الجامعيين باش يكونوا الأطباء في تونس. وعطيناهم انه يعملوا دي كونسلتاسيون انتاحم في سبيطارات الحكومية باش نحسنوا من الظروف المادية انتاحم باش ميخرجوش من بعدين عملناها حتى في طب الاختصاص في الشيف سيرفيس الموجودين في المناطق الداخلية انا نقول لك أنا ضد هالفكرة خاطر جبت حاجة أخرى عم نول من ناحية انه باش نحافظوا على الأسادة الجامعيين والشيف سيرفيس هدوما باش يعطونا تقول الشيف سيرفيس يحبوا باش يزيدوا في الصحة العمومية في تونس يحبوا يزيدوا في السيرفيس هداك لأمة الطرامات نتعنا في الطب في الكارديو في البنمو الطرامات اللي عنا في النعاش الطبي في النعاش والتخدير الطرامات في الطب كتحب تزيد تنحيلوا شيف سيرفيس معاش عنده حط في شيف سيرفيس يكمل كطبيب كتنحيلوا شيف سيرفيس مختر امخرجو الفرادوكس اللي خدمنا به انا نحب نشجع نعطيه دوكولستة صاني بريبي باش يبطالي في الصحة العمومية ميخرش اللي بريبي ويحبي زيت اللي هو طامع باش يزيت ثلاثة سنين مثلاً طبال ميخرش على التطاعت يقولوا لا ما عطش شيف سيرفيس وزيد كأنك طبيب أنا ثم طبيب يحكي معايا قال لي كيفش ولدي باش يكون شيف سيرفيس علي فهمتني أنا حب بعد لطب باش يزيد ولا يحب يخرج وثم الطب بتو اللي هي طامع يتحكي معايا تقولي باش نخرج منيش باش نزيد دونك ستعم بارادوكس وتشريع بالنسبة لينا وادر شوفتيه انت نفس الطبيب وسمحنا أنا طبيب منيش باش ننقله لأطباء وانا باش ننزهم من كل شي صحيحة تم أنا نقول لك موجود وشي موجود لابر انا ملون قلنا رأو وشي موجود مننا ومتنا معنا فجل ديو ومكيك لا لا أنا واضح راني باش ننقله طبيب نفسه في لتا تيك في لتا تيك خاطر تحكم فيه عدد في لتا تيك حاجة عنيش انا يقول ديريكتمو لا يفتغل سمعني تم تنزوج كل Questions ذاهب الحكاية ديا تم اطباء اخلاطم في لتا تيك حاجة وفي الـ Prevy conscious ومت sham وتم اآخلاك في لتا تيك حاجة وفي خاص واخلاطمه هكه واعترفوا بها وثام حاجة اخرى انو العدد اعنا تونس انا تت operations ونcept It, till we know انا نعرفه انها في تونس في العدد قليلا الرب��نا 45% من المواطنيين في برشا ولايات 45% أنا أعطيك توزر مثلاً 45% القصيرين 50% إنهم التعريف المنخفضة والتعريف المنخفضة معناها حالات اجتماعية الحالات الاجتماعية باش تكون العدد المرضى المتوجهين اللي تتيك أكثر من المرضى متوجهين للسيبي